يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة سؤال انتقالات خلاص بقوة كبيرة جدا في اوروبا دوري اسباني انجليزي ايطاري الماني فرنسي وكمان في الدوري السعودي اللي بدأ يخش منافس قوة جدا مع كبرى الدوريات الاوروبية على النجوم العالمية واللعبين الكبار في مصر هنا بدأ الكلام بس الكلام حتى الان بطبيعة الحال الموسم لسه مخلص وبالتالي الكل يتحدث عن كواليس عن اكبار عن تحركات وبالفعل كل الان ده تحركت للصفقات الجديدة دون اعلان رسمي او حسمي بشكل تام طيب نبدأ بيه النادي الاهلي خريطة النادي الاهلي للصفقات في الموسم ده في الانتقالات الصيفية دي تعالوا نشوف بقى نخش عنادي الزمالي بس نبدأ بالاهلي يسعى النادي الاهلي لدعم صفوف وبالعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث وضعت لجنة التخطيط بالنادي العديد من الاسماء للتفاوض مع بعض الحصول على موافقة السويسري مارس الكولر المدير فني للفريق ويستعرض رقم عشرة ابرز الاسماء التي يفكر فيها النادي الاهلي في خط الدفاع يفكر النادي الاهلي في دعم مركز خط الدفاع بالفريق نظرا الاقتراب ايمن اشرف من الرحيل وعدم تجديد عقد رامي ربيع حتى الان وهناك ثلاث اسماء وضعم الاهلي كأولوية للتعاقد مع اي منهم في المركات والصيفية وهم اسامة جلال لاعب ببيراميدز ومحمود مرعي لاعب فيوتشر وعمر فايد لاعب المكونون العرب الزهير الايصر الاهلي وضع في خطته للانتقرات الصفية دعم هذا المركز بالتعاقد مع بديل للتونسي علي معلول الزهير الاساسي حيث وضع النادي الاهلي قائمة تضم اللاعبين محمد حمدي لاعب انبيو ومحمد حمدي لاعب بيراميدز خط الوسط في الوقت الحالي اصبح هذا المركز مطلب مليح الدعم فيه افريق الاهلي بعد اقتراب حمدي فتحي من الرحيل الى الوكرة القطري وايضا عدم وضوح الرؤية حول استمرار المالي اليو ديانج لذلك وضع النادي الاهلي قائمة تضم اكثر من اللاعب للتعاقد معهم ابرزهم محمد ريدا بوبو مهند لاشين لعبها في فيوتشر او اعادة كريم لما ندفت لعب الفريق المعار ايضا الى فيوتشر في مركز الجناح رغم وجود العديد من اللاعبين في مركز الجناح سواء الايمن او الايصر بالاهلي الى ان النادي يريد دعم هذا المركز بعد اقتراب اكثر من لعب للخروج اعرامس لطهر محمد طهر لذلك وضع الاهل ابراهيم عادل لعب بيراميدز هدفا اسان له في الانتقالات الصيفية بجانب سنائي اجنبي تم ترشحه للجهاز الفني في الايام القليلة الماضية المهاجم الصريح هو ده المركز اللي فيه رغبة ملحة واسية للسويسري مارسل كورر لدعمه في الفريق حيث طلب اكثر من مرة تعاقد مع مهاجم صريح ولاهل حاليا نتفاوض مع سلاسة لعبين اجانب تم ترشحهم للنادي في الفترة الماضية منهم موليكا بالمناسبة منهم موليكا لعب بشكتاش طيب